اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في برج السرطان لغاية ساعات مساء يوم الجمعة بعدين رح ينتقل لبرج الاسد في عنا برضو كل مسار في ساعات المساء اللي هي من ساعات العصر وما بعد بما ان القمر موجود في برج السرطان معناته بتظل القوة العاطفية هي اللي مسيطرة علينا بهاي الفترة ومن حاول خلق جو من الامان انه لا احبانا من ميل لعمل اشياء بتريحنا من ناحية اخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها من يضرف الدموع وهو يقلب صور او ذكريات او رسائل او حتى في خياله بتذكر اشخاص مروا عليه في حياته يجب ان ننتبه اكثر لطعامنا وشرابنا لانه بالفترة هاي بصير في عنا حافز كبير لالتهام الكثير من الطعام علينا تلجنب انتقاد الغير نظرا لانه حساسيتهم بتكون في اوجها في هاي الفترة بوسعنا شراء عقار او زراعة نبتة او شجيرة او استئجار بيت او اهتمام ببيت جديد او امور لها علاقة بالعقارات والمسائل العائلية برضو يمكننا الانتباه اكثر لاطفالنا وقضاء وقت ممتع في البيت بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا في تأثير بس لزاويتين اللي هم تأثيرات مباشرة اللي هي الزاوية الاولى اللي هي زاوية التزديس الايجابية بين عطارد وبين نبتن وهاي طبعا تأثيراتها رح تستمر لغاية يوم 9-6 بعدين بتنتهي ايه بنصبح قادرين على قراءة مشاعر الاخرين من حولنا دون ان يعبروا عنها بصراحة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين عطارد وبين زحل وبرضو تأثيراتها هاي لغاية نفس اليوم اللي هو 9-6 هي هاي الزاوية بتسبب نوع من انواع التعب والقلق والحذر والميل للكآبة وبتحد من خيالنا وبتجعلنا شاردين ذهن ومتقلبين وبتعرضنا للارهاق وهذا الارهاق بيدر بصحتنا الحدث اللي رح يصير اليوم اللي هو طبعا في ساعات الصباح انه تراجع عطارد اللي له مدت تقريبا ثلاث اسابيع بيتراجع في برج الجوزاء بعدين رجع وتراجع لبرج الثور هو الان بيتراجع في برج الثور الساعة 8 صباحا بتوقيت جرينيج بنهي عملية التراجع وبرج على الحركة الامامية وبيظل متقدم في برج الثور طبعا لا يوم 13 ستة لا ساعة تقريبا ثلاثة وستة وعشرين دقيقة عصرا لينتقل بعدها القمر لبرج الجوزاء يعني تقريبا بدنا نحكي مدة أسبوع من بعد انتهاء عملية التراجع اه او مدة عشر ايام ولكن منه ليش انا بحكي مدة اسبوع لانه اساسا تأثيراته السلبية حتى لو انهى عملية التراجع اللي هي رح ينهيها اليوم الا انه رح يضل له تأثيرات سلبية لغاية يوم ستة ستة يعني الاسبوع الفترة الثلاث ايام يعني يوم ستة ستة بيكون انهى حتى اللي هي تأثيراته السلبية فخلال فترة التقدم اللي هي عودته للحركة الامامية موليد العشرية الثالثة تحديدا من موليد برج الثور هم اللي بكونوا اكثر المستفيدين طبعا العشرية الاولى والثاني برضو بيستفيدوا ولكن مش بقوة الثالثة لانه موجود عندهم فهنا هدول الموليد بيشعروا بقوة الفكر والقدرة على الاقناع بوجهة نظرهم للغير وبتزداد رغبتهم في الدراسة والمطالعة واجراء اتصالاتهم او القيام بسفرياتهم الضرورية وبيستفيد معهم موليد الابراج الترابية الاخرى زي العدراء والجدي والابراج المائية مثل السرطان والعقرب والحوت واللي طالعهم برضو بكون هاي الابراج وكل شخص تواجد عنده كوكب عطارد في ساعة ولادته في برج التور بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا عنا اول زاوية اليوم رح تتشكل هي في تمام ساعة تسعة واربع دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من ساعات الفجر الباكر لغاية ساعات ما بعد العصر هي زاوية تثليث ايجابية رح تكون بين القمر وبين نبتون هاي زاوية بتعزز الخيال الخصب ابيق والحدث عنه وعليه فانه اكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك مثل الفن والديكور تجميل لاموراي اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديث ايجابية رح تكون بين القمر وبين عطارد وهي رح تكون في تمام ساعة عشرة وثلاثة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيرها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء منشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديها بالنسبة للزاوية الاخيرة قبل خلو المسار هي زاوية تقابل سلبية رح تكون بين القمر وبين بلوتو وهي رح تكون في تمام ساعة ثلاثة واربع عشر دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش هي زاوية بما انها سلبية فهي بتدفع بعض الاشخاص للتسلط ومحاولة فرد سيطرتهم على الاخرين ممن حولهم من الاصدقاء وافراد العائلة طبعا تأثيراتها من ساعة يعني الصباح لغاية ساعة المساء بعد هذه الزاوية مباشرة بيبدأ عنا قلو المسار يعني قلو المسار رح يبدأ في تمام الساعة ثلاثة واربع عشر دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة ستة وسبعة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لبرج الاسد هذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل قلو المسار الساعة ستة وسبعة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش القمر خلاص بيكون انتقل واستقر في برج الاسد طبعا هنا الناس بتتغير لانه اساسا شخصيتنا او نفسيتنا او التأثيرات بتتغير علينا لما يصير في الاسد فبصير الناس من حولنا في هاي الفترة اكثر كرما مما اعتدنا من الناحيتين المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة في هاي الفترة برضو بوسعنا اقتراض المال او الاستثمار او اقتناء حلية ثمينة او التحلي بشجاعة او ارتداء ملابس انيقة بتلفت انتباه الاخرين لا الا بالنسبة للاعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية واللي لازم نوفرلها العناية الاضافية وننتبه انه نبتعد عن العمليات الجراحية لهاي الاعضاء في هذا اليوم مثل المعدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي غشاء الجنب الصفاق وبرضو الجهاز اللينفاوي وعظم الصدر طبعا هاي اكثر حساسيتها لغاية ساعة مساء يوم الجمعة ولازم انه ننتبه لها بشكل جيد ممكن نشعر ببعض التعب او البعض يشعر ببعض التعب في هاي الاعضاء تحديدا في ساعات المساء الاعضاء اللي راح تصير اكثر حساسية لما القمر ينتق الى برج الاسد عندنا القلب والشريان الاورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري الظهر والجانبان بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى باجراء العمليات الجراحية دون الاعضاء اللي ذكرناها طيلة النهار اللي هي لما بكون القمر موجود بالسرطان ما زالت الاجواء ضاغطة واليوم تأكيدي انه لا يصلح لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لانه اليوم الزهرة كمان رغم تراجع وطارد الا انه راح تصير نحيسة بشكل عالي جدا فعشان هيك بتكون تنتبهوا من هاي النقطة يعني تنظيف بشرة عملية قص شعر تجميلي او صبغ او قص علاجي يصلح لهذا الامر ولكن دون عملية المبالغة في التجميل القمر طبعا بما انه راح ينتقل ويستقر في برج الاسد خلو المسار القادم راح يبدأ يوم الاحد خمس ستة طبعا راح يبدأ في ساعات المساء المتأخرة يعني في تمام الساعة 11 و 11 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من مساء يوم الاحد ورح يستمر حتى صباح يوم الاثنين يعني تقريبا بنحكي قرابة الست ساعات او سبع ساعات لا ينتقل القمر بعدها لبرج الثور طبعا كله المسار راح ينتهي في صباح يوم الاثنين الساعة 6 و 21 دقيقة بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال عمره اربع ايام في تمام ساعة 4 و 31 دقيقة صباحا بيصير خمس ايام نسبة الاضاءة بتصير تقريبا خمس وعشرين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم 21 ستة طبعا سعيدة بنسبة ثلاثين في المية القمر في برج السرطان وبدأ ينتقل لبرج الاسد في ساعات المساء ورح ينكت في برج الاسد لغاية يوم ستة ستة طبعا سعيد بنسبة ستين في المية الان في ساعات صباح يوم الجمعة بيصير سعيد بنسبة خمس وثمانين في المية اما في ساعات المساء بيرجع سعيد بنسبة سبعين في المية عطارد في الثورة حتى يوم 13 ستة بما انه انهى عملية التراجع رح يظل يوم 13 ستة في برج الثور بعدين رح ينتقل لبرج الجوزاء هو منتحس الآن بنسبة ستين في المية في ساعات الصباح بيصير منتحس بنسبة أربعين في المية الزهرة في الثورة حتى يوم 23 ستة طبعا اليوم منتحسي بنسبة خمس وعشرين في المية المريخ في الحمل حتى يوم 5 سبعة سعيد بنسبة ستين في المية المشتري في الحمل حتى يوم 28 سبعة بعدين بيبدأ في عملية التراجع سعيد بنسبة خمس وعشرين في المية زحل في الدلو حتى يوم 4 ستة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية اورانوس في الثورة حتى يوم 24 ثمانية سعيد بنسبة خمسة عشر في المية نبتن في الحوت حتى يوم 28 ستة سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجذب يتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن لغاية ساعات المساء بظل تركيزكم كله حول الأمور اللي إلها صلاة بالبيت والعائلة أهم شيء أنكم ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة ووسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم حذروا الخلاف والانتقاد والمواقف المعاكسة ممكن بعض موليد برج الحمل يستاء من تصرف أحدهم أو تجاهله نظموا جدوى الأعمالكم ونشاطاتكم العباء ممكن تكونوا شوي زيادة خلال هذا اليوم وممكن ما تجدوا وقت للراحة طبعا الضغط رح يصير لساعات المساء من ساعات مساء يوم الجمعة الأجواء رح تتغير بشكل كبير ما بعدها إلى أن القمر رح يصير في البيت الخامس فهي جيدة على المستوى العاطفي والتقارب العاطفي وعلاقتكم بالأحبة أمور التجميل أو حتى على مستوى الحضوض بتصير أكثر برج الثور بتنشطوا اليوم في أمور السفر والاتصالات والتنقلات والحوارات والنقاشات ولكن بدكوا تنتبهوا اليوم بدكوا تكونوا أكثر صبرة على الطرقات ما في داعي للتهور والمغامرة مخالفة القوانين اللي إلها علاقة بالسير لأنه عطارد نسبة نحوسته اليوم بتكون برضو عالية اليوم هذا مناسب لاجتياز امتحان أو مقابلة ولكن ما تتسرعوا دافعوا عن مبادئكم ولكن بتكونوا دافعوا عنها بليونة ودبلوماسية انتبهوا لكلامكم واحفظوا خط الرجعة أثناء التعامل مع الغير اليوم بتتم عندك بعض اللقاءات أو الاجتماعات فيها عمل مفيد وممكن تتخذ خلالها بعض القرارات المهمة في ساعات مساء يوم الجمعة القمر رح ينتقل للبيت الرابع فعشان هيك الاهتمام رح يصير العلاقة بالمنزل والبيت والعائلة الاجتماعات العائلية بعض التصليحات الترميمات أو ما يخص البيت والعائلة برج الجوزة طبعا اليوم بيحملكوا فرص لها علاقة لمكسب مالي المكسب هذا بيجي من عمل إضافي أو مستردات ممكن أشخاص منكم يسترد أموال أو ديون كان يمدعينها لأشخاص أو رواتب ممكن يحصلها برضو ممكن بعض موليد برج الجوزاء يحصلوا على هدية أو نوع من أنواع الدعم أهم شيء تخففوا من نفقاتكم قدر الإمكان نظموا أموركم المالية حاول أنك ما تسمح للأقصاد عندك بالتراكم أو بالدفعات أنها تتراكم عليك ادفع المستحقات والأولويات المطلوبة منك ما تخلي أي شخص اليوم أنه يغشك أو يدفعك لتوظيف الأموال بطريق الخطأ في ساعات المساء مساء يوم الجمعة بتنشطوا بالحركة والاتصالات والحوارات والنقاشات لدرجة أنه ما رح تجدوا وقت للراحة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم أنتو عندكو طاقة عالية جدا أرهم أن الشمس موجود في بيت المتاعب في الجوزاء اللي بتسحب من طاقتكم وبتأثر عليكم صحيا ومعنويا ونفسيا إلا أن وجود القمر عندكم اليوم رح يغير الأجواء شيئا ما بالنسبة عالية جدا على المستوى النفسي النشاط والحيوية وقدرتكو على إنجاز الكثير من مشاغلكم أهم شيئا ما تترددوا في فرض وجهة نظركم بتزداد عزيمتكم وبترتفع المعنويات والحضوض ما بتكون يعني في نوع من أنواع النجاح في التحرك في أي اتجاه ولكن دون مغامرات ومجازفات عشان الشمس ما تعطل عليك في ساعات المساء التركيز رح يصير على المستوى المالي خصوصا مساء يوم الجمعة بعد انتهاء قلو المسار رح يتركزوا على المستوى المالي ما بين مكاسب ومستردات وحبات ودعم مالي برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر بما أنه ما زال موجود في السرطان معناته ما زال التعب مسيطر عليكم برضو هذا اليوم رح تشعروا أن طاقتكم ضعيفة حاولونك وتنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل واخلدوا للراحة بتكون هاي الفترة برضو فارغة من الحضوذ وممكن تخفي بعض العداوات أو المؤامرات عليكم عليكم تجنب المشاكل رعي أعمالك وسيرها أخذ بعين الاعتبار التأخير في المواعيد أو النشاطات أو إلغاء بعض الوعود أو أشخاص وعدوك بشيء ما رح يوفو فيه في ساعات مساء يوم الجمعة القمر رح يوصل لعندك فرح تتبدل الأمور بشكل كامل لصالحكم من ناحية نشاط وحيوية ونفسيتك رح تتغير ورح تشعر أنه في مزيد من الطاقة حصلت عليها لإتمام بعض الأعمال طبعا هي في ساعات نهار يوم السبت رح تكون أقوى برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا القمر ما زال موجود في بيت العلاقات الاجتماعية والأصدقاء فرح تظلوا من الآن لغاية ساعات مساء يوم الجمعة عندكم نشاط عالي اجتماعيا ممكن تلتقوا لأصدقاء أو يصير فيه تقارب أو ممكن دعوة لقاء حفلة مناسبة أو تشاركوا في مناسبة سعيدة أو أنت تقيم عندك شيء معين إلو علاقة بالجماعات الاجتماعية أهم شيء أنك تتجنبوا انتقاد أي شخص خلال هذا اليوم في اليوم أنت بتحتاج لحشد التأييد باستطاعتك كسب تعاطف الآخرين والتميز في علاقاتك طبعا اليوم في نوع من أنواع النجاح والانتشار لموليد بعض موليد برج العذراء لغاية ساعات المساء طبعا من ساعات مساء يوم الجمعة بتكت انتبهوا لأن القمر رح ينتقل ويصير في بيت المتاعب فبتصير يعني بداية فترة ضاغطة رح تمتد تقريبا يومين وربع ما بعد مساء يوم الجمعة فعشان هيك بتكون تضبطوا أعصابكم قدر الإمكان ما تغامروا ما تجازفوا وما تطلعوا بقرارات جديدة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا ما زال القمر موجود في بيت السمعة فبتتركز جهودكم هذا اليوم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين بوسعكم إثبات جدارتكم وتدفع بمصالحكم هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم شيء أنه ما تشوهوا سمعتكم الظروف شوي ضاغطة وممكن تحمل لك هاي الفترة بعض الفرص اللي إلها علاقة بإنجاز أو إتمام عمل مهم أو تكريم أو مديح من بعض المسؤولين عنك بدك تكون منتبه لكل شيء فحاول أنك ما تترك الطيش أو اللهو يتسبب بأخطاء إلك لا تغتفر طبعا هذا الضيط اللي هو ما بين إيجابي وسلبي رح يستمر لغاية مساء يوم الجمعة مساء يوم الجمعة القمر رح يوصل للعلاقات الاجتماعية والصداقات اللي هو البيت المسؤول عن هاي الأمور فرح تنشط اجتماعيا يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو أنت يكون في عندك لقاء اجتماعي برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا التركيز كله ما زال على البيت التاسع اللي هو النشاط في السفريات والاتصالات البعيدة والتعامل مع الأجانب أو أشخاص خارج البلاد ما بين حوارات ودراسة أكاديمية امتحانات دورات مؤتمرات كلها رح يكون النشاط متركز على هاي الأمور حتى على مستوى القضايا القضائية أو الأمور اللي إلها علاقة ببعض المسائل اللي بتتعلق بمراسلات بتكونوا أكثر صبر أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة أهم نقطة تبهلها بتميلوا للاسترخاء والاستجمام ولكن يجب أن تحذر من بعض الفوضى هاي فترة مناسبة للتشاور والعقد المفاوضات وللمشارك في مختلف النشاطات في ساعات مساء يوم الجمعة القمر رح ينتقل لبيت السمعة والعلاقات الاجتماعية فعشان يك بدك تحافظ على سمعتك وما تجازف وما تغامر وما تخلف القوانين من بعد مساء يوم الجمعة وحاول قدر الإمكان إنك تكون مرن ولي بدون انفعالات برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس طبعا بتنهمكو في ضبط شؤونكم المالية المشتركة رغم النفقات ولكن في فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض أو أموال للاقائلك أنت بتستردها أو ممكن تحصل على بعض الأموال من قرض أو دعم بترغبوا اليوم في لفة الأنظار وتبديد الأجواء السلبية الأجواء أجمل اليوم حاول إنك تخرج مع الأصدقاء حاول إنك تغير جو فكر بالغد باستقرار وضعك المالي ما تستعجل بس على توقيع أو على عملية تجارية اليوم بدك تركز بشكل جيد وحاول إنك بس تستغل اليوم هذا لدراسة الفكرة في ساعات مساء يوم الجمعة الأجواء بتصير إيجابية إلك بشكل كبير لأنه راح تتركز الأمور كلها على الاتصالات البعيدة تعامل مع الأجانب السفريات التنقلات ترتيب وضع قادم إلى علاقة بالمرسلات حتى تبعي الأشخاص اللي بتعاملوا بالاستراد والتصدير فالفترة القادمة ممتازة جدا لا إلكم برج الجدي بالنسبة للموليد برج الجدي الانتقاد وتوجيه الملاحظات على أنواعها حذروا من المواجهات الكلامية والأجواء السلبية لا تسمحوا باختلاق المشاكل حذروا من مخالفات مخالفة التعليمات والقوانين تعتبر فترة ضاغطة لغاية ساعات مساء يوم الجمعة لينتقل القمر للأسد اللي هو بيتك الثامن لا تحس أن الضغوطات هاي خفت شوي وصار تركيزك شوي حول الأمور المالية المشتركة وعلاقتكم مع شركائكم بالأمور المالية بس ممكن يكون في بعض الاهتمام بصحة أحد أفراد العائلة أو أحد الأحبة برج الدلو بيتراكم العمل عندكم لأن القمر موجود في بيت العمل والصحة وبرضو بيتكوا تحاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم لا تدخلوا في مواجهة مع زملائكم بتكثر عندكم التنقلات وورشات العمل ممكن تضطر لتقديم المساعدة لأحدهم أو هاي الفترة بتكثر المسؤوليات والالتزامات على أنواعها بدك تكون حريص على صحتك وهاي فترة دقيقة بدها شوي التركيز لأن القمر بده يتحرك لمقابلك في ساعات مساء يوم الجمعة وهذا الشيء اللي بيسحب من طاقتك بصير الفترة جيدة إلى الأمور الشراكة المالية والعاطفية ولكن أنه بصير سهل استفزازك وعصبيتك يعني بمعنى آخر ضبط الأعصاب مطلوب والمحافظة على الصحة مطلوبة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر ما زال في البيت الخامس فعشان هيك بتضرغ بدكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم هو الشيء الواضح على الساحة ممكن اليوم تسمع خبر جميل أو يحيي فيك التفاؤل يعطيك طاقة إيجابية عالية أهم شيء أنه ما تسمح لأي شخص بأنه يغشك اليوم بتحمل هاي الفترة لغاية مساء يوم الجمعة فترة تنفراج يعني بسيطة ولكن فيها بعض الأمل وتعاطف أهم شيء أنك ما تقف مكتوف اليدين حاول أنك تتحرك لاستغلال فترة هاي البيجابية بيقوة لأنه في ساعات المساء مساء يوم الجمعة القمر رح ينتقل ويصير في البيت السادس اللي شوية رح يضغطك على مستوى العمل على مستوى الصحة ممكن ما تقدر تنجز أعمالك بالكامل وبرضو صحتك تكون متقلبة فبدك تحاذر من النقطين هدولا من ساعات مساء يوم الجمعة هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر